اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية استخدام المنشقة والردادة مقدمة المنشقة هي جهاز محمول باليد يستخدم لإيصال الدواء مباشرة الى المسلك الهوائي الردادة هي آلة كهربائية او تعمل على البطارية تحول السائل الى رداد يمكن استنشاقه ويستنشق الرداد الى الرئتين يشيع استخدام المنشقات والردادات لعلاج الربو والداء الرئاوي المسد المزمن والامراض الرئوية وسواء اجر استخدام منشقة او ردادة او الاحتناء بشخص يستخدمها يكون من المهم معرفة استخدام المنشقة بشكل صحيح يشرح هذا البرنامج التفخيفي المنشقات والردادات وكيفية استخدامهما الرئتان والمشاكل التنفسية الرئتان هما جزء من الجهاز التنفسي يتألف الجهاز التنفسي من اعضاء تتدخل في التنفس ويستعرض هذا القسم تشريح الرئتين للمساعدة على تكوين فهم افضل عن عمل المنشقات والردادات الاكسجين هام جدا للحياة فبدونه يحدث الموت بسرعة جدا تسمح الرئتان للانسان باشباع دمه بالاكسجين يصبح الهواء المتنفس على تماث مباشر مع الدم في عمق الرئتين يصبح الدم مشبها بالاكسجين ويطلق ثناء اكسيد الكربون او CO2 غير المرغوب به يصير الهواء عند الاستنشاغ عبر الفم والامس ومن هناك يصير الى الانبوب الهوائي والذي يعرف باسم الرغامة من الرغامة يدخل الهواء الى انابيب اصغر متزايدة العدد اسمها الانابيب القصبية توجد اكياس بالونية الشكل اسمها الاسناخ في نهاية الانابيب القصبية جدران الاسناخ رقيقة جدا وهناك على الجهة الاخرى من الجدران اوعية دموية رقيقة جدا وتسمح تلك الجدران الرقيقة للأكسجين بالدخول الى مجرى الدم كما تسمح لثناء اكسيد الكربون بترك الدم الى الرئتين كي يخرج مع الزفير يكون لدى المصابين بمشاكل تنفسية مشاكل في النفس فقد يكونون حساسين لمواد معينة ويطلق على تلك المواد اسم المثيرات لانها تثير الاعراض قد يتسبب التماس مع المثير بالتهاب او تورم للبطانة الداخلية للرئتين ويمكن للتورم ان يتسبب بتضيق الممرات الهوائية قد تكون المثيرات مستأرجات اي مسببات للتحسس او مهيجات والمستأرجات هي مواد تثير تفاعل ارجي للجهاز المناحي حب الطلع هو مثال على المستأرجات المهيجات هي اشياء تؤذي الخلايا مباشرة مثل الهواء البارد او التدخين او العطور او القازولين قد يؤدي تورم والتهاب البطانة الداخلية للرئتين الى صعوبة التنفس وضيق الصدر كما قد يمكن للعضلات المحيطة بالانابيب القصبية ان تنكمش بشكل شاد وهذا قد يتسبب بتضيق اضافي للممرات الهوائية يكون لدى بعض المرضى مشاكل تنفسية مزمنة تكون طويلة الاجل او دائمة تتضمن المشاكل التنفسية المزمنة الشائعة الارجيات او الحالات التحسسية الربو داو الانسداد الرئوي المزمن او النفاخ التهاب الجيوب يمكن ان تتسبب المشاكل التنفسية المزمنة بطيف من المشاكل بما في ذلك احتقان الصدر السعال تنفس جهدي تنفس سطحي ازيز يصف مقدم الرعاية الصحية لعلاج المشاكل التنفسية المزمنة في غالب الاحيان استخدام منشقة او رذاذة ويوصل هذان الجهازان الدواء الى المسلك الهوائي مباشرة تعمل منشقات والرذاذات بنفس الجودة عندما تستخدمان بشكل صحيح وعلى المريض ان ينصق مع مقدم الرعاية الصحية لتقرير اي نوع من الجهازين يناسبه اكثر وسوف يرتكز القرار على عمر المريض ومقدراته ونوع الدواء الذي يحتاج اليه وقد يجرب المريض اجهزة مختلفة متنوعة حتى يجد الجهاز المناسب له تشرح الاقسام اللاحقة كيفية استخدام المنشقات والرذاذات المنشقات المنشقة هي جهاز محمول باليد وهو يوصل الدواء مباشرة الى المسلك الهوائي تستخدم المنشقات عادة لعلاج المشاكل التي تؤثر في القدرة على التنفس قد يوصي مقدم الرعاية الصحية باستخدام منشقة في حال الاصابة بي الربو داء الاسداد الرئوي المزمن مشاكل تنفسية مستمرة اخرى تشمل ادوية الربو التي توصل عن طريق المنشقات الموسعات القصبية استيرويدات توليف من الموسعات القصبية واستيرويدات تستخدم بعض المنشقات بهدف الاستخدام المحدود خلال حالة طوارئ معينة بينما تستخدم اخرى بشكل يومي بهدف الوقاية من المشاكل التنفسية استخدام كمية الدواء المناسبة امر مهم في علاج المشاكل المستمرة والوقاية منها كما يمكن للادوية ان تقلل من تحسس الرئتين للمستأرجات اي المواد المثيرة للحساسية تستخدم المنشقات عادة لإيصال تلك الأدوية مباشرة الى المسالك الهوائية يخفف الدواء المستنشق الأعراض أسرع مما يفعل نفس الدواء على شكل حبوب تحدث آثار جانبه أقل عند إيصال الدواء عن طريق منشقة بدل أخذه على شكل حبوب لأن دواء المنشقة يدخل مباشرة الى المسالك الهوائية ولا ينتهي إلا القليل جدا من الدواء في مجرى الدم تأتي المنشقات على شكل أشكال عديدة مختلفة والمنشقات التي يشير استخدامها هي منشقات الجرعة المعيارية منشقات الجرعة المعيارية مع مفساح اي أداة فاسحة منشقات المسحوق الجاف منشقات الجرعة المعيارية هي علبة ضبوب صغيرة تحوي الدواء وتوصل خطعة فموية الى العلبة وتكون المنشقة صغيرة بما يكفي لوضعها داخل الجيب تطلق بعض أنواع منشقات الجرعة المعيارية الدواء عند ضغط العلبة باتجاه القطعة الفموية بينما تطلق علب أخرى الدواء عند الاستشاق منشقة الجرعة المعيارية مع مفساح مشابهة لمنشقة الجرعة المعيارية الاعتيادية الاختلاف الرئيسي أنها تحمل الدواء في حيث خاص بعد إطلاقه اسمه المفساح تكون المنشقة مع المفساح أكبر من منشقة الجرعة المعيارية الاعتيادية يجعل المفساح استنشاق الدواء ببطء أسهل يزيد الاستنشاق ببطء كمية الهواء التي تصل إلى الرئتين فهذا يمنع الدواء من الالتصاق بمؤخرة الحلق وتأتي بعض منشقات الجرعة المعيارية مع مفساح مدمج بينما تحتاج الأخريات لأن يوصل المريض المفساح بنفسه لا تستخدم منشقة المسحوق الجاف الضبوب لدفع الدواء وبدلا من ذلك يحصل المريض على الدواء عن طريق أخذ الدواء عن طريق نفس سريع وعميق وتكون منشقات المسحوق الجاف إما أمبوبية الشكل وإما على شكل قرص وقد يكون لها خطاء أو غلاف قابل للنزع وقد تحوي جرعات متعددة من الدواء أو جرعا وحيدة منه تورد الأقسام اللاحقة توجيهات عامة عن استخدام كل نوع من المنشقات كما قد يعطي مقدم الرعاية الصحية المريضة توجيهات برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية استخدام منشقة الجرعة المعيارية لمنشقة الجرعة المعيارية ثلاثة أجزاء عادة هي علبة دواء أمبوبية الشكل القطعة الفموية غطاء يغطي القطعة الفموية ويجب لتحضير المنشقة أولا نزع الغطاء عن المنشقة ثانيا رجل منشقة لمزج الدواء ثالثا فتح المنشقة إطلاق بخة أو أكثر في حال استخدامه لأول مرة أو في حال عدم استخدامها منذ أكثر من سبعة أيام رابعا الزفير ببطء وبثبات لإفراغ الرئتين من الهواء لأخذ الدواء من المنشقة يجب خامسا وضع القطعة الفموية قرب الفم المفتوح أو إغلاق الشفتين بإحكام حول القطعة الفموية سادسا ابقاء الدقن مرتفعة سابعا البدء بالتنفس ببطء عن طريق الفم ثامنا بخ نفخة بضغط المنشقة للأسفل تاسعا المحافظة على أخذ النفس ببطء ويجب أخذ النفس بأحمق ما يمكن لإدخال الهواء إلى المسلك الهوائي يجب عاشرا إخراج المنشقة من الفم في حال إغلاق الفم حولها أحد عشر كتم النفس والعد حتى العشرة أو أكثر اثنى عشر إخراج النفس ببطء من الفم مع زم الشفتين قد يحتاج المريض بحسب الجرعة التي وصفها مقدم الرعاية الصحية له إلى أخذ أكثر من بخة من الدواء ويجب تكرار الخطوات من خمسة إلى اثنى عشر في حال كانت تلك هي الحال يجب تنظيف الفم بعد استخدام المنشقة وينبغي عدم افتلاع الماء بل يمكن المضمضة وبسقي الماء تملك منشقة الجرعة المعيارية مع المفساح أربعة أجزاء عادة هي علبة الدواء أنبوبية الشكل غطاء يغطي القطعة الفموية القطعة الفموية المفساح والذي قد يكون قابلا للنزع يجب لتحضير المنشقة أولا نزع الغطاء عن المنشقة والمفساح ثانيا رج المنشقة لمسج الدواء ثالثا وصل المفساح إلى المنشقة إذا لم تكن متصلة بالفعل رابعا فتح المنشقة إطلاق بخة أو أكثر في حال استخدامها لأول مرة أو في حال عدم استخدامها منذ أكثر من سبعة أيام خامسا الزفير ببطء وبثبات لإفراق الرئتين من الهواء لأخذ الدواء من المنشقة يجب سادسا وضع المفساح بين الأسنان وأغلاق الشفتين بإحكام حوله سابعا ابقى والذقن مرتفعة ثامينا البدء بالتنفس ببطء عن طريق الفم تاسعا بخ نفخة إلى المفساح بضغط المنشقة للأسفل عاشرا المحافظة على أخذ النفس ببطء ويجب أخذ النفس بأعمق ما يمكن لإدخال الهواء إلى المسلك الهوائي يجب أحد عشر سحب المفساح من الفم اثنى عشر كتم النفس والعد حتى العشرة أو أكثر ثلاثة عشر إخراج النفس ببطء من الفم مع زم الشفتين قد يحتاج المريض بحسب الجرعة التي وصفها مقدم الرعاية الصحية له إلى أخذ أكثر من بخة من الدواء ويجب تكرار الخطوات من ستة إلى اثنى عشر في حال كانت تلك هي الحال استخدام منشقة المسحوق الجاف لا يمكن لبعض منشقات المسحوق الجاف أن تحوي إلا جرعة واحدة من الدواء في كل مرة بينما تحوي منشقات المسحوق الجاف الأخرى على عدة جرعات وسيحتاج المريض في حال كانت منشقة المسحوق الجاف لا تحوي إلا جرعة واحدة إلى وضع الدواء فيها في كل مرة يستخدمها تحوي بعض منشقات المسحوق الجاف على عتلة أو كفسة يكبسها المريض لتنفتح وتحوي الأخرى على قطعة يفتلها المريض إلى أن يسمع تكة وتحوي منشقات مسحوق جاف أخرى على فتحة يدفع المريض الدواء فيها قبل استخدامها لمنشقة المسحوق الجاف ثلاثة أجزاء عادة هي حاوية صمام قطعة فموية يجب لتحضير المنشقة أولا نزع الغلاف أو الغطاء عن منشقة المسحوق الجاف ثانيا فتح منشقة المسحوق الجاف في حال الحاجة لوضع الدواء فيها ثالثا وضع جرعة من الدواء في منشقة المسحوق الجاف إذا وجب على المريض ذلك رابعا الزفير ببطء وبثبات لإفراغ الرئتين من الهواء لأخذ الدواء من المنشقة يجب خامسا إغلاق الشفتين بإحكام حول القطعة الفموية سادسا ابقاء الدقن برتفعة سابعا أخذ نفس عميق وسريع باستخدام الفم فقط ويجب عدم التنفس عن طريقي الأنف ثامنا المحافظة على أخذ النفس إلى أن تمتلئ الرئتين بالهواء تماما لإدخال الهواء إلى المسك الهوائي يجب تاسعا سحب منشقة المسحوق الجاف من الفم عاشرا كتم النفس والعد حتى العشرة أو أكثر أحد عشر الزفير ببطء عن طريق الفم في أثناء زم الشفتين تكرار تلك الخطوات على قدر الحاجة حتى أخذ عدد الجرعات التي وصفها مقدم الرعاية الصحية وينمغي الانتظار لدقيقة على الأقل بين كل جرعة وأخرى الرذاذات الرذاذات هي جهاز يسهل استنشاق الدواء إلى الرئتين وهي توصل الدواء على شكل رذاذ دقيق يكون تنفسه سهلا قد يكون الدواء المحول إلى الرذاذ خيارا أفضل من نسبة للمرضى الذين يكون عنده مشكلة في استخدام المنشقة مثل الرضع والأطفال الصغار ويجب على المريض لاستخدام الرذاذة أن يقوم ببساطة بالشهيق والزفير عبر قناع أو قطعة ثموية تكون موصولة مع الجهاز يبدأ الأطفال المصابون بالربو المعالج غالبا باستخدام الرذاذة مع قناع وهذا يسهل على الطفل الجرع التي يحتاجها من الدواء دون تدريب كبير تستغرق الرذاذ وقتا أكثر للاستخدام من المنشقة يستغرق أخذ الدواء عن طريق الرذاذات غالبا عشر أو خمسة عشر دقيقة وتحتاج بعض الرذاذات لوقت أكثر تأتي الرذاذات على أشكال مختلفة متعددة وتحتاج بعض الرذاذات لوصلها في مقبس كهربائي لتعمل بينما تحتاج أخرى لبطارية قد تستخدم الرذاذات ضاغطا هوائي أو رجاج صوتي لتحويل الدواء إلى رذاذ خابل للتنفس وهذا يجعلها أكثر دجيجا من المنشقة الرذاذات أثقل من المنشقات غالبا لكن يظل حجمها صغيرا وحملها سهلا الرذاذات أغلى ثمنا من المنشقات وهي تحتاج لصيارة أكثر كيفية استخدام الرذاذة يتناول هذا الفصل بعض أساسيات استخدام الرذاذة وتختلف توجيهات استخدام الرذاذات المختلفة ومن المهم الالتزام بالتوجيهات أو الارشادات التي تأتي مع الرذاذة كما يمكن أن يشرح مقدم الرعاية الصحية للوالدين أو للطفل كيفية استخدام الرذاذة بشكل صحيح يجب عموما لتحضير الرذاذة أولا وصل الخرطوم إلى ضاغط الهواء ثانيا ملء علبة الدواء بالدواء الموصوف ثالثا وصل الخرطوم والقطعة الفموية إلى علبة الدواء لأخذ الدواء من معظم الرذاذات يجب رابعا وضع القطعة الفموية في الفم خمسا التنفس عبر الفم حتى استخدام كل الدواء ويستخلق هذا عشر إلى خمسة عشر دقيقة غالبا يستخدم بعض المرضى مشبكا أنفيا ليساعدهم على التنفس عبر أفواههم فقط وهذا يجعل استخدام الرذاذة أسهلا للأطفال الصغار عادة في حال استخدام القناع ولتنظيف الرذاذة يجب أولا غسل علبة الدواء والقطعة الفموية بالماء ثانيا تشفيف الأجزاء بالهواء إلى أن يحين وقت المعالجة التالية أفضل طريقة لتعلم استخدام الرذاذة بشكل صحيح هو بسؤال مقدم الرعاية الصحية ثم يمكن عرض ذلك له ثانية للتأكد من فعل ذلك بشكل صحيح إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة المنشقة هي جهاز محمول باليد يستخدم لإيصال الدواء مباشرة إلى المسلك الهوائي تأتي المنشقات على شكلين على شكل منشقات الجرعة المعيارية أو منشقات المسحوق الجاف الرذاذة هي آلة كهربائية أو تعمل على البطارية تحول السائل إلى رذاذ يمكن استشاقه ويستنشق الرذاذ إلى الرئتين منشقة الجرعة المعيارية هي علبة ضبوب أي رذاذ صغيرة تحوي الدواء وتوصل قطعة فموية إلى العلبة وتكون المنشقة صغيرة بما يكفي لوضعها داخل جيب تطلق بعض أنواع منشقات الجرعة المعيارية الدواء عند ضغط العلبة باتجاه القطعة الفموية بينما تطلق علب أخرى الدواء عند الاستنشاق لا تستخدم منشقة المسحوق الجاف الضبوب لدفع الدواء وبدلا من ذلك يحصل المريض على الدواء عن طريق أخذ نفس سريع وعميق وتكون منشقات المسحوق الجاف إما أموبية الشكل وإما على شكل قرص وقد يكون لها غطاء أو غلاف قابل للنزع وقد تحوي جرعات متعددة من الدواء أو جرعة وحيدة الرذاذة هي آلة كهربائية أو تعمل على البطارية تحول السائل إلى رذاذ يمكن استنشاقه ويستنشق الرذاذ إلى رئتين قد تستخدم الرذاذات ضواغط هوائية أو رجاجات صوتية لتحويل السائل إلى رذاذ يمكن استنشاقه تعمل المنشقات والرذاذات بنفس الجودة عندما تستخدمان بشكل صحيح وعلى المريض أن ينصق مع مقدم الرعاية الصحية لتقرير أي نوع من الجهازين يناسبه أكثر وسوف يرتكز القرار على عمر المريض ومقدراته ونوع الدواء الذي يحتاجه وقد يجرب المريض أجهزة مختلفة متنوعة حتى يجد الجهاز المناسب له شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين